موسيقى السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من سلسلة ذوي الشعر الملون وهذا المرة سنتكلم عن ذوي الشعر الأبيض دعونا نبدأ تليم الأنيميات نشوف لما يطلع لك شخصية بشعر أبيض ويمز له بأنها الشخصية الخيالية شخصية طوية دائما الكاتب يبحث عن شخصية زي كذا عشان يعطيه تميز معين لكن الشخصية هذي تسبب مشكلة للكاتب لأن صفاتها اللي يضعها الكاتب في الشخصية هذي ترفع الأمال جدا لكن الكاتب هو ناوي يخلي الشخصية هذي شخصية رئيسية فيضطر أنه يملطشها للأسف أو أنه يهمشها أو أنه يعطيه دور قوي بس بعد ما يستنزف العصاب هل يوجد فعلا ناس شعرهم أبيض ليش يلجأ كتاب الأنيمي كثيرا إلى وضع ناس شعرهم أبيض حتى في الثقافة اللي هي الدراما اليابانية ليش يلجأ لصاحب الشعر الأبيض لأسباب كثيرة أولا في الحياة الوقعية في ناس فعلا تصبح شعرها بالأبيض وهو البحث عن الظهور والتميز طبعا غير أنه شعره أبيض لأنه شايب أو عنده مرض لا في ناس فعلا يصبح شعره أبيض وفي ناس فعلا شعره أبيض وهذا دائما يلفت انتباه الكل ودائما نشوف شخصية هادئة طبعا هم عبارة عن ناس لهم طفولة معينة لما كبر حب أنه يكتم يعني يكون مظهره يلفت الانتباه له لكن هو ما يكون في الصورة أيضا لأنه شخصية كتومة ما يتكلم كثير هادئ وحادئ لكن مهمش فكيف يلفت انتباه المجتمع له بصبغ شعره باللون الأبيض فلما انتفت له المجتمع يشوفون لأنها شخصية ذكي هالشخصية هادئ هالشخصية ابن الفلانية هذا 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 لكن هو عنده الخجل من الظهور شوفوني انا 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 لا يكره المفاخرة يريد فخر بأعماله أكثر من ما يفخر بأقواله لكن فيه مشكلة انه دائما يتنمر عليه ودائما يوصف بأوصاف بعضهم يقولون ايمو ولا يقولون عنه النشاذ ولا يقولون يقولون اللي شعره أبيض يعتبر جاذب للجنس الآخر فهل الأنمي طبق هالشيء صح أو لا صراحة انا اشوف ان الأنميات اللي انا بكلم عنها بخترت اكثر خمس شخصيات مميزة بشعرها الأبيض والكتاب فعلا جابوا فيها الصفات بدي بقول لكم انه اكثر كاتب وظف الصفات هذه في شخصيته لكن الأنميات جابوها صح وانا مستغرب من الكتاب اللي بقوله من حين ما لهم علاقة وطيدة في بعض وكلهم جابوها بنفس الطريقة خلونا نبدأ عندنا طبعا الحين للعد وليس للتفضيل فقط اني بعدهم كاكاشي من أنيمي ناروتو كاكاشي هو صغير كان يقال عنا أنه معجزة النابغة ابن الناب الأبيض صاحب الشاكور البيضاء يعني مواصفات كذا الكاتب حط له مواصفات تخليه يكون أقوى شخصية في ناروتو هذا وهو صغير بعدين جاءت إصابة بعدين دربة منه الهوكاق الرابع الذي تدرب على يد واحد من السنن الأسطوريين والسنن الأسطوريين هذا ما تدرب على يد منه والهوكاق الثالث والهوكاق الثالث ما تدرب على يد الثاني والأول يعني جاءت عصارة خبرة خيالية بعدها صاحبه أوبيتو أعطاه الشرنغن بعدها كاكاشي تعلم ألف تقنية شفتوا شلون الكاتب هنا بداية يتواوط في الشخصية اللي عندها بعدها كاكاشي تعلم المانجي كيوشيرنغن واستخدم وسوى فالكاتب تواهق في الشخصية هذه الشخصية هذه بتأكل الكيان عليه ففعلا هو هنا من ناحية أنه مميز جدا كاكاشي هادئ جدا عاطفي جدا زي ما قلت لكم حساسين وعاطفيين كاكاشي كان عاطفي جدا بعدين عندما تقولك عاطفي ليه ليس بسرعة تتأثر مشاعره الشخصية العاطفية بسرعة تتأثر مبين الشر ومميزات ذلك يشعر الأبيض سواء في الأنمي أو برا الأنمي أنه يرى الخير من وجهة نظره ويرى الشر من وجهة نظره فلو سوى الخير سوى لان يشوف خير مو بلان الكل يقول ان هذا خير ولو سوى الشهر سوى لانه يشوف انه اللي يصلح له مو بلان الناس يقول له شهر فهذا اللي قاعد يصير في كل الانيميات ايضا فكاكاشي فوق هذا كله حساس يعني كان من قبل متزمت بسبب انه المميز فهنا مشاعره اللي حكمته وسوى اللي يشوفه صح بعدين عقل سلفة اوبيتو تم يكفره عن خطأه بعدين الرجال صارت لسلفة الانبو بعد سلفة الانبو سلفته مع ايتاتشي بعدين سلفته مع ايتاتشي كلها تلاعب مشاعره وكلها يكون الوتر اللي يلعب فيه هو المشاعر سواء للتقدم او للتخاذل كاكاشي من تلعب فيه على وتر الصداقة الاخوة النكمة يروح فيها شنه بقى الصفة اللي انا شفتها في الانيميات كلها ملطشة للأسف يعني الكاتب اذا حب يستعرض قوة اي شخصية على جسم كاكاشي سواء كان اووشي مارو سواء كان ايتاتشي سواء كان بين سواء اي شخصية بتطلع يبكي ويكانها قوية نحن الانيمي الثاني الحين هانتر اكس هانتر كيلوا زولدك كيلوا اللي يفترض ان يكون هو عصارة الزولدك كلهم كيلوا ذو القدرات الخيالية اللي يفتح بوابا ما قدر قون يفتحها في البداية كيلوا الهادع كيلوا الحاد وكلهم ذوي الشعر الابيض وهنا يتميز فيها كيلوا في البداية متى هل هو شرير ولا هل هو طيب يومزلى دائما بالشيطان يومزلى بالقاتل يومزلى 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 حتى كيلوا قالوا انك يمكن يوم من اليوم تقتلقون فلازل الناس تسوي نظريات على هذا الشيء حتى كاكاشي كان في البداية يسمى بالشيطان والي يطفوش الطلاب وهنا تبينت في كيلوا اكثر يومزلى دوي الشعر الابيض بالشار دائما لان المجتمعات ايضا تخاف منهم بره فشوفنا ايضا في كيلوا فكيلوا عنده مقاومات خيالية هل هو حساسي نعم حساس اقتنع مبدأ الصداقة بس شاف قون اقتنع مبدأ الصداقة شاف الومي طاح قون يخليه يهج الومي يخليه يطيح بدون تفكير وحد الذكاء ومقاومات قوية هل الكاتب لطش فيه؟ للأسف نعم الكاتب لطش فيه الاختبار الاول خلى الومي يطلع يعني هو مش ملطشه الكاتب يلطش فيه لان يتورط في الشخصية هذه لتسيطر على الادوار اللي عندك لها في الاختبار الاول خلى الومي يطلع ويفشر كيلوا في الاختبار في الجزيرة التعلم قول افضل ما عندك كان كل الكلام وقتها على نوع الننحة وكيف يقدر يسوي وكيف 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 لما راحوا الجزيرة غريدو ايرلند كيلوا ما اخذ الدوزة اللي اخذ قون فبعدها رحنا الى حدثنا من الكيمورا في حدثنا من الكيمورا كيلوا 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 وفي الاخير الطور يقاتل لشوي بعد انه يوحيشها نفسها بالكهرباء الكاتب الطوري لطش كيلوا يعني اظهروا لدور حلول ان اعاد قون وبعدها يلا راح في رحلة مع اختك بدخلانا في حدث جديد فتلطيش كيلوا كان اقل من تلطيش كاكاشي اظهر مميزاتها اكثر من المزيدة كاكاشي فعلا انه جاذب للانتباه كلنا من البداية قبل ان اعرف هل بيكون شخصية رئيسية ولا لا نشدينه معاه جاذب للجنس الاخر اثنين هم كاكاشي وكيلوا يميز بانه شر نعم يميز بانه شر لكن تميز بانه خوف منها اكثر من كاكاشي دعونا شخصية ثالثة ونشوف بشكل افضل الشخصية الثالثة في فاري تيل عندنا اللي هي ميري جين واخوها والثمن الاثنين هذول قالت القسم بينهم كل شيء يعني ميري جين من كلاس Est في نقابة فاري تيل ميري جين وأخوها والثمن الوحوش شيطانة فاري تيل ميري جين والثمن اللي سوى مصيبة كادة تتودي ميري جين في داهة يعني الاثنين هذيلا خلاص مسكتين لاحد يقرب منهم لكن مميزات عندهم سرقين الأضواء نعم هادئين حيويين نعم يتنمر عليهم اي نعم هذه نقطة ثانية في دول الشعر الأبيض انهم يتنمر عليهم كيلو يتنمر عليه أخو إيلومي وعائلته لما جرم أول مرة تنمروا عليه وجلدوا وعذبوه وعندكم كاكاشي يتم التنمر عليه وملطشته أي شخص يتجي تتنمر على كاكاشي للأسف وتنمر عليهم بطريقة كوميدية في البداية يعني هادئة وخجولة وحرشونة وولفمان جاء بالكتب على النغافي فكأنه يتنمر عليه فيه مميزات تقدر يا الله شنه 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 هل لهم يقول الشرر ممكن حساسين عاطفيين نعم ميري جين من اللعب على واتر وولفمان تتوحش وولفمان من اللعب على واتر ميري جين يتوحش لكن في الأخير يتملطشون وتشوف السحرة من الكلاس اس المدمرة اللي مفروض لنا فوق إيرزا أو مع إيرزا على أقل لكسس يعني المفروض يعني من كاميرا لقبة في ريتيل عندنا إيرزا لكسس جلدارت ميري جين شوفوا الأسماء لما يجي القتال ميري جين يطق في بدانها يلا يلا وتفوز بأسباب عاطفية وأيضا وولفمان في حدث ترترس وولفمان كان بيخلون النقابة فنفس الشيء عندنا في المركز الرابع هيتسو غاية تيشور من أنيمي بليتش المعجزة الأسطورة مثير للجنس الآخر حساسه عاطفي كان يتنمى عليه وهو صغير ما تدي يسوي الخير بس لأنه مسك معنا خير يعني في بداية شوفوا لا هذا علامة الخير كلها يعني يقول لك لا هذا مثل قادة الشينيقامي سيئ وبيسوي لفراسة فما تدي هو في أي جهة من الجهات مميز ذكي نابغ من طفولته وهذا شيء يميز دروي الشعب العبير نعم دائم جبنهم لك نابغين من طفولتهم وأكثر واحد تم التركيز لأنه وصل إلى مراكز في طفولته موساطة الشخصيات البقية كلها هو الذي وصل إلى قائد شينيقامي في طفولتها فهنا تميز بليش أكثر في هوتسيقاية تشير لكن ملطشة لا للأسف ملطشة كل حدث الاستعراض على بدن هوتسيقاية تشير عاطفي نعم عاطفي خلاص يعني أنا القائد الحكيم اللي أمشي على مرضومة الشينيقامي شاء الخير ما يهمني همشي أسوي الأوامر آه لا الخير هنا أنا أروح عاطفة ها يلعبون على وتر هيناموري كده بس لعب على وتر يهيج ويخرب السالفة هيناموري خلاص اللي هي نائبة آيزن لا أحد يلعب على وترها يزعل هوتسيقاية وفي الأخير ملطشة فأنا ليش أقول لك هالكلام لأن على حسب الكلام اللي ينحط عن هوتسيقاية تشير وهذا برضو يتميز بليش أن النفخة تدوي الشعر الأبيض فيه إلى درجة لأنه ممكن يقطي على القائد العام الأول للفرقة الأولى اللي هو القائد ياماتور ممكن يقطي عليه تشير بالكلام كان ستارك يسأل كيورك يقول لها البنكاري حقك زيه هل هو رائع زي هذا قال له هذا البنكاري حقه رائع وقوي بس عشان يوصل مستويه بيلا بعد مية سنة ثانية أو خلال ألف سنة ثانية ممكن يصير أقوى مننا كلنا يعني الكاتب ما كان هناك آخر 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 فلا انظر الشعر الأبيض لم يكن تعدون من الكتاب يتوضون فيهم ويلولوا وفي الاخير يملطوشونهم وهذا رأينا نرى أنه يمكننا منها نقطة سيئة في كل أنيمي انك تجيبه يسوي لك الأدوار التي تبيها لكن تتغافل عن عواطف المتابعين لانتعامل creative للأسف ما أقدر أحكم عليه لأن انا وصلت إلى حلقة ثمانين لكن شفته فيه مميز جاذب للجنس الآخر لكن فيه ميزة منهم كلهم كسول ما يتحرك إلا على الهواه مثل كاكاشي ما يتحرك إلا على الهواه كيلوى التي تلعب على العواطف منزعج من الذي يسويه ملول ملول جدا خاصة العمل كذا ما عندنا نسيده يا الله عندنا شغل عندنا كذا 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 فالأخي يوحي وتاح يقط الشغل على اللي عنده وشوا ما يسوي شيء مثل قينتوك يمكن أكثر واحد تميز به الشيء عاطفي يشوف طول الحلقة تقطق سواء كانت الحلقة الكوميديا أو في اكشن حدث خاصة الحدث السيوف قاعد يطقطق ويمزح وكذا في الأخير لا طقت عنده هنا خلاص تحرك هو قادر على النهار المشكلة بس يتحرك هل تملطش وتنمر عليه بالصريقة كوميدية نعم وعشان يحرك الكاتب خليه سوي شيء في الحدث خليه تملطش في البداية بعدين يرجع ينتقم وكأدوار أمام الأشعر اللي وجهه موضوعه هو الأقوى هو الأفضل لكن والله يعني حطل عواغب والله أنا سيفي خشبي وما أدوى إيش فالكاتب ملطشه بطريقة كوميدية فهو يعني يكون أقل شخصية من ذوي الشاعر الأبيض يعني يجي في المركز الخامس في توافقة مع ذوي الشاعر الأبيض مع أنه عنده 60% من المواصفات لكن أنا بالنسبالي الذي أخذ المركز الأول في الملطشة هيتسوغايا المركز الثاني في الملطشة كاكاشي المركز الثالث في الملطشة كيلوى المركز الرابع في الملطشة ميري جين وورثمان المركز الخامس في الملطشة غينتو كي من عنيمي غينتاما هل أنت توافقني في التصنيف والترتيب ولا لا؟ ومن وجهة نظرك منه يستحق المركز الأول فعلا حسب التصنيفات اللي أنا قلتها وهل فعلا الأنيميات الثانية اللي أنا أغفلتها تشوفون أنها في ناس تتطبع عليها المواصفات وتستحق المركز هذه ولا لا؟ كلها شاء كوني إياها في الكومنت ورشحوا لي من من الذي يكون من ذوي الشعر من الشعر الذين سأتوكلمون عنهم هل تحدث عن الذوم لشعر الأحمق لأن هديك الشعر الأبيض ومن تحدثنا drop a gunный ولكنcher لم أ karma Fellows Ofilling جوفко